الشهيد خالد غيمن واحد من ضحايا القتل والاغتيالات التي تطال أئمة المساجد ومسؤولية الجمعيات الخيرية وقيادات سياسية ومجتمعية في عدن والضالع عاد خالد إلى المسجد ولكن جثة هامدة يصلى عليها من جموع المشيعين وهو من خرج بقدميه من صلاة العشاء مساء الخميس الفائد لتلقفه رصاصات الغدر والخيانة لتسكن روحه إلى الأبد غيمان القياد في حزب الإصلاح ونائب مدير مستشفى التضامن بالضالع جرى تشيع جثمانه في موكب جنائزي مهيب تقدمته قيادات الإصلاح وشخصيات اجتماعية ومشائخ وأعيان قبل أن يوارى جثمانه الطاهر الثرى في مقبرة قرية الحود رحل غيمان بجسده ولكن روحه ظلت ولا تزال كغيمة ممطرة يذهب خيرها لأماكن شتى فسجله النضالي حافل بالعطاء والتضحيات عمل بكل جد وتفان لأجل التخفيف من معاناة المواطنين عبر جمعية البر للتنمية الاجتماعية وغيرها من منصات العمل الطوعي وظل يعمل برغم الظروف الصعبة التي مرت وتمر بها البلاد والظالع بشكل خاص